أعلن رئيس تنفيذي لهيئة الاستثمار عن حسام هيبة أن الهيئة وضعت عدة أهداف لجذب الاستثمارات في مصر تبدأ بجذب الاستثمار في مشروعات مرتبطة بالتنمية المستدامة وتمكين القطع الخاصة كما كشف رئيس الهيئة عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والضرائب لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول جذرية لها أضف رئيس الهيئة أنه تم حل 75% من المشكلات خلال النصف الأول من العام الجاري بدنا نحط أهداف طب إيه الأهداف اللي حنا حطناها؟ لازم كنا نبتدي نشتغل على عملية التنمية المستدامة وبالتالي بنتبق ما يطلق عليه الاستثمار المستدامة يعني الاستثمار المستدامة؟ يعني أنا بحط النفسي أهداف تحقق التنمية المستدامة زي خل فرص عمل توطين صنعه وتمكين قطاع خاص وهكذا دي بتخلينا نحط بعد كده قطط تمفيزية عشان نقدر نوصل لهذه الأهداف طيب عشان نقدر نعمل الكلام ده ابتدينا نبص على إيه إمكانيات مصر ودي دراسات معمولة من جهات مختلفة حكومية وغير حكومية ودولية وابتدينا نبص عليها ومنشوف الميزة التنميزية الحقيقية لمصر عشان ما نقولش كلام بيبقى فيه صعوبة تنفيزه بعد كده هوتي فلما أقول أنا عايز أمكن القطاع الخاص هل أنا عندي قطاع خاص قادر أنه يقوم بهذا الدور ولو ما عنديش يبقى أنا أسعى إلى أن أنا أزوده وأمكنه وأقويه